السلام بغزلات ديولي كديري اللبسة لكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة اللي كان طيب بها دلعة او الكتف في الفرن صراحة كيجي رائع والديد بزف بزف كيجي فتي ورطب كيزبدا كيجي طايب من الداخل وكيجيب هاد الشرمولة اللي غادي نديروا ليه الديد بزف بزف كفكرة الغذاء او عيشاء اللي جاي عندك هكذا الضياف مها مغزلاتي بالنسبة للمكونات غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال السمن معلقة صغيرة ديال الموطارد او الخردل فسيسات ديال huma اللي كان الحجم produit هوم صغير عندي واحد ذويما ديال زعفر الحر اي لا مطفر زعفر الحر من الاحسن واحد ربية الكاس ديال ما فاش غادي ندئو بها غادي نحتاج مليحة من طبيعة الحال وبنسبة للتوابل عندي الخرقو معرق عندي سكن شبير عندي البسلة بودرا وتومى بودرا وبنسبة للمنسمات اللي غادي نسم بهم هاد الحم ديالي عندي هنا يا شوية دي القاعق اللو بسيبيسة عندي شوية ديال الزعتر شوية اليازير ثلاثة العرشات ديال أوريق سيدنا موسى أو ورق الغار وواحد الحبيبات ديال الكامون حبوب هاده هما المنسمات اللي غادي نستعمل وكي بقى لكم الاختيار ممكن تديروا أي منسمات متوفرين عندكم في المنزل ممكن تنسموا بهم قاعدوا كلمنسمات كيعتونا نسمة زوينا في الحم ديالنا ده بغزلاتي كيف تتشوفوا معايا غادي نحاول ندير واحد الفتيحات كيف تتشوفوا بالموس يكونوا غارقين في الكتف ديالي باش نغرس فيه التومة ضروري من هاد القضية باش التومة كتلقنا واحد للتزوينا في الحم الداخل ضروري ما تتقبو هكا وتبدوك تغرسوا التومة لك شي اجدتليكم الاحسن يكون الحجم ديالها صغير باش تخليكم الداخل وصافي وتخليوها ومن بعد غادي نقدو الشرمولة باش غادي نشرملو الكتف ديالنا هنايا بالنسبة لي انا غادي نشرملو بالليل وغادي نبيتو في تلاجة حتى الغدلية ان شاء الله هاد غادي نطيبو من الاحسن تديرو هاد القضية إلا بغيتو تطيبو الكتف أو تطلعها ضروري ما تشرملوها قبل الليل وتبيتوها في الشرمولة عاد لغادي تطيبوها باش كتجيل ديدا ما تشبعوش منها ومن بعد ما غرست هادك تويمة ديالي هادوك الدريسات ديالتومة مزيان مزيان في الكتف ديالنا غادي نحطوه على جنب وغادي نقدو الشرمولة باش غادي نشرملوه غادي نجيب واحد الاناء غادي ندير فيه معلقة صغيرة ديال الخردل او المطارد معلقة صغيرة ديال السمن وغادي ندير واذاك ربيع كاس ديال الماء غادي ندوب في هادك الدويمة ديال البنة ديال الزعفرال الحر وغادي ندير معلقة صغيرة تقريبا ديال الملحة كتبقى الملحة على حسب الضوغ معلقة صغيرة انا جتني هي هادك وغادي ندير معلقة صغيرة مع مراش ديال خرق ومعرق معلقة صغيرة مع مراش ديال سكن جبير رشيشة ديال توما بودرة رشيشة ديال بسلا بودرة وواحد الرشيشة ديال البزار تقريبا رسم معلقة صغيرة سوف نبدأ نقب هذا الماء اللي دوبت فيه هذيك الضويمة الزفر الحر الى هنا يمتوفر عندكم ياور طبيعي او ضان المسوس حاولوا تديروا واحد جوج مع القبارين عامرين انا غير ما نتوفرش عندي ذاك شاش ما استعملتوش ولكن راه كان ديرو كيجي لديد بزف بزف حاولوا تديرو نقصو من المشوية وديروا واحد الجوج مع القبار عامرين ديال ياور طبيعي سوف اغزلاتي هذي هي الشرمولة ديالنا سوف نبدأ ندهن هذيك هذيك دلعة ديالي مزيان مزيان بهذه الشرمولة ونحاول ندخلها فيها مزيان كيف تتشوفو وحتى دكتو قبل اللي درنا راه كيساعدو كيساعدونا باش يدخلها هذيك تتبيلها مزيان لداخل سوف من بعد ما سوف نتبلها ان شاء الله ومن بعد ما شرملت دلعة ديالي كيف تتشوفو معايا مزيان مزيان هنا يحاولو تشرملوها في هذيك الصينية او الإناء اللي غادي تبات فيه باش هذيك الشرمولة فاش تنكبوها كتنزل تحت ديال طلعة ديالنا سوف نهز طلعة ديالي هكا وغادي نفرش ليها هذوك الأعشاب المنسمة اللي سبقت اذكرت معاكم كاملين وغادي ننجر طلعة ديالي فوق منهم ونخليها محد هذيك الشرمولة كتطلق لنا هذك الماء وحتى الحم كتطلق لنا هذك المديالو راهكت هذوك الأعشاب كتطلقوا خدمتهم وكتطلقوا نسمة ديالهم سوف يغزلاتي هذي الشرمولة ديالنا اللي غادي نديرو ومن الأحسن بيتوها ليلة كاملة ولكن إلا كنتو زربانين عليها شرملوها الصباح بكري وخليواها كالعشا او العشيعة طيبوها سوف يغزلاتي غادي نغطيها بالبلاستيك غدائي او السلوفان مزيان مزيان وغادي نديرها في تلاجة وان شاء الله نتلقى الغدة باش نطيبوها ونوريكم معايش غادي نقدمها وهنا يا كيف تتشوفوا معايا من بعد ما دوزت الطلعة ديالي ليلة كاملة في تلاجة حتى شربت لي توابل مزيان مزيان دابا غادي نحتاجو ورق الزبدة او ورق المطبخ وغادي نحتاجو الاليمينيوم وغادي نحتاجو واحد راس بصيلة اللي متوسط الحاجم او يكون كبير ماشي مشكل سوف يغزلاتي هادو ملحويج اللي غادي نحتاجو غادي نجيب هادك ورق الزبدة ديالي وغادي ندير فيه هادك طلعة غادي ناخد هادك راس بصيلة وغادي نقطعو على 4 هناك كيف تتشوفوا شربت لي مزيان مزيان توابل هادك طلعة ديالي صافي غادي نجيب هادك راس بصيلة غادي نقطعو على 4 وغادي نديرو في الجوانب طلعة من تحت غادي نلف هادك ورق الزبدة مزيان مزيان من جميع الجوانب وغادي نعاود اللف من فوق منو الاليمينيوم حتى هو مزيان حتى هو مزيان بالنسبة لهنا في هاد الاثناء انا درت الفرن ديالي كيسخن على 300 درجة الفوق والتحت انتو ما ديرو اعلى درجة في الفرن ديالكم وشعلو الفوق والتحت وبالنسبة الطياب ديالها قد تاخد معنا تقريبا واحد ساعتين حتى لساعتين اونس باش يدخلها الطياب مزيان مزيان ونحاولو ما نديروهاش ديركت على العافية ما تكونش قريبة لها نديروها الوسط العافية تكون التحت و الفوق باش تبنى من جميع الجوانب مزيان 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 باش تشغلو المروحية او او الفرفارة في الفرن ديالكم ماشي مشكل انا مره كنشغلها مره مره ما كنشغلهاش ماشي بالضرورة ففي اغزالتي غادي ندخل اه طلع ديالي الفرن اه طيب ليا وغادي ندوز نمشي نقد هذوك المقبيلات او السلاطات اللي غادي نرافقهم معاها ومن بعد مداز ساعتين ونصد قريبا خرجت طلع ديالي كيف تتشوفو من الفرن هنا يا راه فاش كانت في الفرن اه قلبتها على الجيهة الخرن حتى دوزت واحد ساعة او ساعة لاروب عاد عود قلبتها على الجيهة الخرن وخليتها كالطيب على خطر خطرها صفي اغزالتي كيف تتشوفو معايا ها هي الطلع ديالي الصراحة كتجي طايبة كتجي اه ارطباء والديدة ما نعودش لكم اه احتى ديك البصيلة اللي كتطب معاها را كتجي زوينة ما تلوحوهاش را كتجي الديدة بزف بزف كيف تتشوفو كتجي كتفرتت اه دابة غادي نحاول نديرها في واحد صيني اخرى وغادي نجيب واحد المعلقة كبيرة ديال السمن اه ممكن تدهنو بالسمن او تدهنو بالزبدة كي بقى لكم الاختيار واللي متوفر عندكم هنا اينا كنفضل ندهنها بالسمن معاك يزيدها واحد يزيدها وغادي نحاول ندهنها مزيان من جميع الجوانب وكي اللي لا يريد يعود دخلها على الفران هنا يراه طيبة انا بيتغير ندهنها شكرا لها تحمر باحد شوية اه لا يريدون اتضفدها مشكل ماشي بالضرورة سوف ندهنها مزيان كيف تتشوفو من كل جهتين ونعود ندخلها الفرن اللي خليتو شاعل نحاول نطلع هذيك شبكة دي الفرن الفوق شوية باش تقرب لي العافية شوية الفوق باش دغية دغية تحمر لي صافي اغزالتي هاد شي اللي كان بالنسبة للسلطات سمحوا لي بزاف بزاف ما شاركتهم شو معاكم حين تصراحة ما كانش عندي الوقت نهائيا غادي نوريكم اشنو قديت في السلطات ولكن ما شاركش معاكم الطريقة ان شاء الله هلا بغيتو الطريقة نعود نشاركها معاكم ان شاء الله في فيديو وادخورين هنا يدرت الطوماتسوريز اللي شحرتها بمليحة وشوية الزعتار شوية البزار زويتات العود المهم شحرتها خيزو حتى اللوبيا الخضراء وحتى هاد القريعة وهادي هي البصيلة اللي طابت مع الحم صراحة كان جلدي والقريعة حتى هي من بعد ما سلقتهم هاد الخضر كاملين سلقتهم ماشي ديك السلقات ديال يتفرتو غير يشدو فراسه غير يطيبو ويبقوشا ادين فراسهم وديك ساعة كان نشحرهم هناك كيف تتشوفو هاد البصد البطاطة الصغورة بتجير ن Viلا فنة ان شاء الله قدي نشاركها معاكم وهناك كيف تتشوفو عندي لبات الميونيز و الماييس و الزويتة العود و بالنسبة للبارباء لا أعرف شيئا كثيرا غير قصبر مع الناس و الزويتة و مليحة و البزار و هذا هو الصلاة هذا الغزلاتي هو الطبق لنا الصراحة يأتي الحم يأتي طيب يأتي و يأتي الديد بزف بزف بالنسبة للزين كيبقى اختياري كل يزوق على حسب المتوفر عنده على حسب الضوغ هنا يدرت هذو السلطات اللي قديت و حاولت ندور هكا ديك الطومات سوريز و ديك البطاطا اللي شحرتها و خليت واحد شوية ديال الطومات سوريز اللي درته في دوك الكيردون هو و البيت ديال السمان المهم درت واحد زواق اللي زين اللي عادي سامبل كنتمنى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللي لايك